لم تمضي 24 ساعة على عرض الجديد تحقيقاً عن منال وأطفالها الخمسة المعنفين على يد والدهم حتى قبضت عناصر من مفرزة الضاحية في الشرطة القضائية على المدعوم ميم جابر بعد ملاحقته عقب تقدم زوجته منال بشك وتعنيف ضده قبل أربعة أيام وفي المعلومات أنه قبض عليه بعد رصده في عين الدلبي في نطاق برج البراجنة في الضاحية الجنوبية حيث كان يختبئ في أرض زراعية وبناء على إشارة المحام العام الاستئنافي في جبال لبنان ميشيل الفرزلي أوقف وهو في حال سكر موضوع مشجع وموضوع بيبين أنه وقت اللي عم بيكون فيه حدا يرتكب جرم معين خصوصاً الجرم بحق الطفولة بحق الأحداث عم بيكون فيه عقاب وعم بيكون فيه عقاب سريع هذا بيشجع على حالات تانية ممكن موجودة أو ممكن تتكرر أنه رح يكون فيها مليحة القضية تفاعلت إذ علمت الجديد أن إحدى الجمعيات بادرت إلى دراسة ملف الأسرة في سبيل توفير مأوى لها والعمل لتأهيل أفرادها بمن فيهم الأم ملف منال ووليدة موجود لدى اتحاد حماية الأحداث وموجود لدى قضاء الأحداث بهاي الحالات عم بيكون فيه قرار حماية للأسرين أيضاً كمان أنا بصفة الشخصية ومع عدد من المحامين كمان عم نتابع مع أحدى الجمعيات ومع عدد من الجمعيات ولكن مع أحدى الجمعيات تحديداً نشتغل على فكرة أنه يكون فيه سكن وإقامة مؤقتة لمدة سنة أو سنتين لمنال مع أولادة مع متابعة نفسية مع أنه يكون فيه ينشغل على وضع منال بشكل خاص وتوصل لمحال يكون فيه عندها استقلاليتها يكون فيه عندها مهنة تتعلمها حتى ما تضطر مثل ما كان عم بيصير قبل أنه تضطر ترجع عن زوجة وهي بتعرف شو عم بيصير عن زوجة أو تضطر تروحها أي محل تاني وهي عارفة أنه ما عندها قبول فيه إشارة إلى أن للوالد المعنف ستة أطفال من زوجتين وبينما تسكن ابنته الكبرى مع أهله حرم ثلاثة من أطفاله الهوية وفي هذا الإطار مسار قضائي طويل هل رح يكون فيه تعاون مع البيل يكون فيه وكالة منه لحتى نقدر نعمل دعوة إثبات نسب ورنجع نطلع هويات لباقي الأولاد هل رح يكون فيه تدخل للمحكمة الشرعية بهذا الموضوع إن شاء الله بوقت قريب نقدر نباشر بمعاملات نستحصل على هويات للولاد عبر مسار معين بدءا من المحكمة الشرعية وصولا لتسجيلهم بدواء الأحوال الشخصية قضية أطفال البرج ليست الأولى ولا الأخيرة فبين الأزقة وخلف جدران البيوت حكايات لم تخرج إلى العلن ومستقبل أطفال يتوقف على خطوة ترفع الأغطية عن إهمال أهل في تربية أطفالهم جوال الحج موسى قناة الجديد